أكدت وزارة الكهرباء والماء أن هناك تنسيقا بين الكهرباء وجامعة الكويت من أجل تشغيل محطات الأحد عشر كيلوفولت بجامعة الاشدادية وعددها يقارب الخمسة وستين محطة قبل شهر فبراير المقبل وهو موعد افتتاح الجامعة يأتي هذا فيما أعلنت الوزارة أنها عدت خطة موسعة للحد من هدر الكهرباء والماء خلال احتفالات الأعياد الوطنية بالتنسيق مع عدة جهات في الدولة ودعت الوزارة في بيان صحفي جميع الجهات الحكومية والخاصة والتي تقدم على تعليق الزين والإضاءة على مبانيها خلال فترة الأعياد إلى ضرورة الالتزام بجعل تلك الإضاءات موفرة للطاقة منعا للهدر